قبل ساعات كان هناك 47 دولة تدين الوضع الحقوقي في البحرين وإجراءات البحرين القمعية تجاه هذا الشعب وهي أيضا تأتي بعد سويعات من ما ذكرته السيدة نابي بي لاي في افتتاحية مجلس حقوق الإنسان للدورة الحالية وهذا يؤكد ما كانت دائما تقوله المعارضة من أن هذه الحكومة بإجراءاتها كانت تسعى فقط لتلميع الصورة الحقوقية وكل هذه المؤسسات كانت صورية لا تريد أن تصلح الوضع الحقوقي وإنما كانت لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان ونحن كنا دائما نقول وننصح هذه الحكومة أن هذا النهج خاطئ ولن يؤدي إلا إلى خسارة هذه الأموال الطائلة التي تصرف من أموال الشعب لتنتهك مزيد من حقوق هذا الشعب الحل في البحرين سياسي إعادة السلطات إلى الشعب ويكون هو صاحب القرار ويكون هناك فصل بين السلطات وتكون هناك محاسبة حقيقية وإلا هذا الوضع الحقوقي بهذه المنهجية لن تحسن صورة وضع البحرين بل إنما ستفضحه كل مرة يكون فيه تقييم عادل ولذلك لابد أن تأتي أن يفتتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في البحرين بحيث أن لا تدعي الحكومة أن هذه المؤسسات الأممية المحترمة تستقصي مصادرها من أطراف أحادية معادية إلى البحرين وأنما من حقيقة الأوضاع في البحرين ترجمة نانسي قنقر